ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا جتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد فنحن في تفسير آيات في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما الشجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بعد أن سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم أنزل الله تعالى عليهم في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فهذا الكتاب الذي بين أيديكم يا عبادي الذي أنزلته على أفضل رسلي بواسطة خير ملائكتي إنما هو كتاب هداية وراحت الآيات في سورة البقرة ثم في سورة آل عمران تتحدث عن أدلة إرشادية لنا جميعا في حياتنا حتى وصلنا إلى سورة النساء وسورة النساء يقول عنها العلماء إنها سورة العلاقات الأسرية والاجتماعية تتحدث كثيرا عن العلاقات الأسرية والاجتماعية ذلك لأن المؤمن يضبط إيقاع سيره وفق أوامر ربه فما أمر ربه فعل وما نهى ربه عنه ترك سواء في عباداته وسواء في معاملاته وفي المعاملات سواء في المعاملات الأسرية أو في المعاملات المالية أو في المعاملات القضائية أو في المعاملات السياسية إن كان من أهل هذا الشأن وصلت اليوم الآيات لتقول وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ عنوان هذه الآيات وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الآية بصيغة الإخبار وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ يُخْبِرُنَا رَبُّ الْعَالَمِينَ بأن الرسل الذين أرسلهم سواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو أي رسول أرسله إلى أمة من الأمم فقد أرسله الله تعالى والمتوقع من هذه الأمة أنها فهمت أن هذا الرسول مبلغ عن ربه لذلك تجدونها تطيع هذا الرسول فالآية جاءت في صيغة الإخبار والمراد منها الإنشاء وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ المراد أطيعوا الرسول الذي أرسلناه إليكم كما فعل الصالحون من الأمم التي جاءت قبلكم فطاعة الرسول أيها الإخوة واجبة وقد قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الدعاء النداء إذا نادى عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلب منك رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا إذا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر إذا نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نهي احذر أن تجعل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لك كدعاء بعضكم لبعض مرات رفئك يدعوك فلا تستجيب مرات رفئك يأمرك بسبب من الأسباب لا تأتمير ينهاك فلا تنتهي مرات أخوك يأمرك وينهاك فلا تأتمر ولا تنتهي بس احذر أن تجعل دعاء الرسول كدعاء أخيك أو كدعاء صاحبك صاحبك أخوك جارك إن أطعته أو إن لم تطعه لن يترتب عليه عقاب ولا ثواب لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعته رفعة في الدنيا وفي الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى إيش في حدا يقول له لتعفوت على الجنة يقول أنا ما بدي يقول من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فطاعة الرسول ودعاء الرسول ليس كدعاء أخيك وليس كدعاء جارك وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله طبعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه وكذا سائر الرسول سيدنا عيسى مبلغ عن ربه عليه السلام سيدنا موسى عليه السلام مبلغ عن ربه سيدنا إبراهيم مبلغ عن ربه فإذا أطعت الرسول فقد أطعت رب العالمين وقد قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم جير بالك إذا تخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تنزل بالناس وبالبلد وبالعباد فتنة أو أن ينزل بهم عذاب أليم كان بعض الصحابة يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كنا نراه خيرا في شغل نحن كنا نساوية ونعتقد بأنها خير فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنها نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كنا نراه خيرا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأرشد نحن كنا منفكر في هذا الأمر خير أما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عنه فأمر رسول الله أحسن من أمرنا أخير من أمرنا أرشد من أمرنا أفضل من أمرنا أوفق من أمرنا أرفق من أمرنا فلذلك يا أيها الإخوة وطنوا أنفسكم الأخوات إذا سمعتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتمروا وإذا سمعتم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنتهوا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث خلال لا أدعهن ما حييت أنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي يصيتي عندك يا أبو هريرة لك شغلات أبو هريرة يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله خلص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن بيقول لك وصيتي لك كذا أبو هريرة يقول أنا لا أدعهن حتى أموت صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتا الضحى وأن أوتر قبل أن أنام هيك اللي خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صلي ركعتي الضحى صلي صلاة الوطري قبل أن تنام ومثل هذا الحديث ورد عن غير سيدنا أبي هريرة بس الصحابة الله يرضى عنهم كانوا يا أخوان إذا سمعوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طاروا إليه وبادروا مسرعين إلى الالتزام بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أن أقرأ عليكم شيئا من سير الصحابة الكرام ومن سير التابعين ومن سير العلماء في مبادرتهم لطاعتهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أنت إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا أن تبادر إلى طاعته فتسعد وتسعد هكذا يقول الدليل الإرشادي يا أيها الإخوة من أصعب الأشياء أن يحيا أحدنا عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو خمسين سنة أو سبعين سنة بعد سبعين سنة يكتشف بأن طريقه كان خطأا بعد سبعين سنة يكتشف بأنه أخطأ أخطاءا جسيما لا يوجد طريقة للتعويض إذا أنت اشتريت بيت وما عجبك في طريقة للتعويض صعوبة أو سهلة بس في طريقة للتعويض اشتريت ثوب ما أعجبك في طريقة للتعويض بس إذا مضى عمرك وأنت على غير رشد وبعدين اكتشفت بعمر الخمسين سنة أو بعمر السبعين سنة بأن الطريق ليس من هنا ماذا ستفعل لذلك احذروا يا أخوان ويا شباب ويا رجال أن تجربوا بأعماركم خير من يدلكم على رشد وعلى خير في حياتكم هو رب العالمين وأنتم في كل صلاة تقولون يا رب اهدنا الصراط المستقيم يا رب ادلنا على الطريق الذي يوصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة دلنا على الصراط المستقيم والصراط المستقيم هو في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أحد استقام على أمر الله وعلى نهي الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وندم ولا يندم لأن الله عز وجل هو الذي خلقك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قال أبو عثمان الحيري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة من أمر السنة شو السنة؟ السنة هي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم يلي بيجعل أميرا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامر رسول الله ونواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدو بدك هداية؟ امشي وراء محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث الذي مر في أثناء سرط الأحاديث تقدموا فأتموا بي امشوا وراءي يا شباب امشوا وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون أنه ما علي شيء بكير لسه هلأ شاب هلأ أنا عندي ملذاتي عندي صبوتي ما في ورأة إلا هزة الريح ما في شجرة إلا هزة الريح بكرة إن شاء الله بالستين سنة بديروحها الحج واستقيم لا يزال قوم يتأخرون أنه أجلها هلأ وبعدين وبوقت تاني بتساوه هذا الأمر حتى يؤخرهم الله عز وجل لعله يموت ولا يدرك المسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا أنت مشيت في الدنيا وراء النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله بإذن الله غدا يوم القيامة عندما يقال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا أنت بتمشي بالزمرا التي يقودها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبو عثمان الحيري هكذا كان يقول قال ولما احتضر مزق ابنه وأبو بكر قميصه هذا أبو عثمان الحيري اللي عم بيقول يا جماعة أمروا السنة عليكم جاتوا سكرات الموت ابنه عم بيشوف أبو عم بينازع الابن من ضيقه وانزعاجه وهكذا كان يفعل الجاهليون راح شأ أوعي إنه لي على آمتي يا أبي أنت عم تموت وهلأ بدك تروح من بين إيدينا وشأ هيك أوعي وهذا أبو عثمان الحيري عم يحتضر قال فلما احتضر مزق ابنه أبو بكر قميصه بين يديه ففتح أبو عثمان عينه وقال خلاف السنة يا بني في الظاهر علامة رياء في الباطن يا لطيف في سكرات الموت قال له يا أبي تردير بالك أنت عم تخالف السنة وهي مخالفة السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من حلق ولا خرق ولا سلق تذكروا الحديث هذا مر معنا ليس منا من حلق في كانوا عادتهم الجاهلية إذا مات عندهم ميت حلقوا شعورهم على الصفر أنه زعلانين ولا خرق مزق ثيابه كان الجاهليون يفعلون وأنتم تسمعون الآن أو تشاهدون أحيانا بعض الناس أنه يثير زعلان على أمه زعلان على زوجته زعلان على أبو إذا أصابه مكروه مزق ثيابه ما الفائدة من تمزيق الثياب الإسلام ما بيحب تبديد النعم ولا سلق يعني ولا يصرخ وولويل ويعيه نعم يحزن نعم يبكي نعم تدمع عينه لكن ينضبط بأمر الله تعالى شاهد يا أخوان وما أرسلنا من رسول إلا ليطع إلا بإذن الله هو بسكرات الموت لما رأى ابنه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصحه أن لا يفعل وهذه واحدة أخرج الإمام أحمد في مسنده قصة طويلة عن صحابي اسمه جليبيب وجليبيب هذا كان رجلا فقيرا وكان دميم الخلقة ما له جميل فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أب وأم عندهم بنت في سن زواج يخطب ابنتهم لجليبيب فالأب قال والله بدي أسأل زوجتي فلما سأل زوجته قالت له أما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جليبيبا يعني ما فيش شبه هايك أركاس على وشه ضو معه مصاري أكتر وقد خطبها فلان وفلان يا والله وكيلك إيش أحسن منه بمئة مرة ونحنا رددناها فسمعت البنت من وراء الحجاب وردوا جليبيبا قالوا له والله نحن من اعتذر سمعت البنت من وراء الحجاب أن أبو وأمه ردوا لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لمن أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادت عليهم على أبيها وأمها كيف تردان من أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إني موافقة أنا أبلاني مو أنا أبدأ الجواز أبلاني ولحق أبوها بجليبيب وقال يا رسول الله إن كنت قد اخترته لابنتنا فقد رضينا يا أخوان أحيانا ظاهر الأمر يكون بالنسبة لك غير مرضي بالنسبة لنفسك يكون غير مرضي لكن والله السعادة كل السعادة في أن تتبع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى خلاص هيك عم بيقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله نصيحة لوجه الله تسامح مع الناس بالبيع يا أخي شو تسامح ما تسامح ما لك شايف شو عم بيصير بالتضخم ما لك شايف يا أخي ما في سيولة ما لك شايف الزباين ما عم تجي كيف بدي تسامح بتريدوني أنا أخسر مستحيل أن تخسر إذا اتبعت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا كنت مشتري تسامح يا رجل مع هؤلاء الباعة إذا كنت مقتضي تقتضي حقك تسامح مع هؤلاء الناس إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا والله في أخ مر جاءني والقصة قديمة طلق زوجته بناء على طلبها هي التي لا تريد أن تستمر قال يا أستاذ هي التي لا تريد أن تستمر وأنا أعرف أعلم هو يقول لأن إذا هي كانت التي لا تريد أنه يحق لي أن أخذ شيئا من المقدم والمؤخر قال لي لكن أنا أريد أن أعطيها المقدم وأعطيها المؤخر وسأعطيها هدية فوق هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا مستحيل يا أخ والله إذا أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخسر والله لتربح ربحا شديدا في الدنيا وتربح ربحا شديدا في الآخر وإذا بتخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الله قال فليحذر دير بالك وكن على حذر إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية يا أخوان شو أعراب بلغوا شو فعل أمر والآمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معقول أنت إلى الآن ما علمت صديق من أصدقائك ما علمت أخا من إخوانك ما علمت جارا من جيراني ولو آيه معقول ما جبته معك على مجلس العلم معقول ما ساعدته بأن يجلس في حلقات القرآن وحلقات الحديث والله إذا تفعل لتسعد سعادة ما فوقها سعادة لأنك تأتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بمخالفة أوامرك يا محمد بمخالفة نهجك يا محمد بارتكاب الكبائر أو بالإصرار على الصغائر ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما في هذا المقطع من الآية فضيلة كبيرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال إذا أنت قصرت إذا أنت ظلمت نفسك بمخالفة أوامر الله إذا أنت ابتعدت عن الدليل الإرشادي إذا أنت نسيت تركت الأوامر والنواهي ماذا أفعال؟ أنت ظلمت نفسك ظلمت نفسك لأنك ستعذبها بالدنيا والآخرة يا أخوان شارب الخمر شو عن بساوي بنفسه؟ يعذب نفسه في الدنيا ويعذب نفسه في الآخرة تجده مرميا على قارعة طريق تجده يهذي في كلامه تجده في منظر مزر تجده والناس يضحكون عليه ويدفعونه يمنة ويسر شارب الخمر يظلم نفسه يظلم نفسه في الدنيا فضلا عن أمراض الكبير فضلا عن حوادث السيارات ويظلم نفسه في الآخرة السارق ماذا يفعل؟ يظلم نفسه في الدنيا ويظلم نفسه في الآخرة المعتدي على أعراض الناس يظلم نفسه في الدنيا ويظلم نفسه في الآخرة بس من رحمة الله عز وجل بأنه ترك لنا باب التوبة مفتوحا إذا حدث وظلم أحدنا نفسه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا محمد صلى الله عليه وسلم فاستغفروا الله والاستغفار مو بس كلام لقلق باللسان استغفر الله فاستغفروا الله استغفارا حقيقيا بأن يقلعوا عن الذنب ويتركوا مجالس الذنب ويتركوا أصحاب الذنب ويندموا على ما فرطوا ويبدأوا بداية جديدة في الإقبال على الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما لوجدوا رحمة الله تعالى ولنالوا توبة الله تعالى عليهم قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية روى أبو صادق عن علي قال قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام فرمى بنفسه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحثى على رأسه من ترابه وقال قلت يا رسول الله فسمعنا قولك ووعيت عن الله فوعينا عنك وكان فيما أنزل الله عليك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي قال فنودي من القبر أنه قد غفر لك سمع صوتا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي تفسير ابن كثير هذه القصة ذكرها الإمام القرطبي في تفسيره أما ابن كثير فقال ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر ابن الصباخ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم الله يكرمنا يا أخوان الروح لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين في الدنيا وفي الآخرة كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول هذا الأعراب يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم الأكم هي التل المرتفع من طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم طابت الأرض وطابت الجبال يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم قال ثم انصرف الأعرابي يقول العتبي فغلبتني عيني هو كان جالس أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم العتبي قال نمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عتبي الحق بالأعرابي وبشره أن الله قد غفر له هذه من بركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب الرحيم لذلك أنتو يا أيها الإخوة والأخوات إذا جلستم لذكر الله تعالى قبل أن تدخلوا على حضرة الله تعالى بالمناجاة وبالالتجاء وبذكر اسمه الأعظم ابدأوا الذكر بالاستغفار استغفروا الله عز وجل حتى تنظف قلوبكم وآنيتكم التي ستنزل فيها أنوار الله تعالى ثم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حري أن يستجاب لك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم تدخل على الله تعالى مستشفعا بنبيه صلى الله عليه وسلم ثم كرر كلمة التوحيد ثم نادي على الله 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 بالاسم المفرد وبعد هذا اختم بالدعاء بإذن الله بإذن الله يستجاب لك ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ثم قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فيما شجر بينهم فيما تداخل وفيما تشابك وفيما اختلط من أمور بينهم مأخوذ من الشجر وسمي الشجر شجرا لأن أخصانه تتداخل في بعضها البعض ويتكاتف بعضها مع بعض فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إذا صارت خلافات وصارت صدامات وصارت اشتباكات وصارت خصومات بينهم وتشاجر فيما بينهم يقول الله تعالى أقسم بربك يا محمد أنهم لا يكونون مؤمنين صادق الإيمان حتى يحكموك أنت هذه الآية أيها الإخوة كان بعض العلماء يقول هذه الآية شديدة العظمة لأن الله تعالى يحلف فيها أنتم تعرفوا بالقرآن الكريم الله عز وجل أقسم بمخلوقاته فقال والضحى والليل إذا سجى قال والليل إذا يغشى قال والفجر وقل أن يحلف ربنا بذاته العلي في هذه الآية أقسم ربنا بذاته العلي وعدد من الآيات أقسم الله تعالى بذاته لكن أمر النبي أن يقسم لكن في هذه الآية أقسم هو جل جلاله قال فلا وربك لا يؤمنون أقسم بربك يا محمد صلى الله عليه وسلم إنهم لن يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم كيف بدنا نعرف إذا أنت مؤمن مظبوط أو ما لك مؤمن شو الشغلة بالحكي بالحكي كل واحد يقول أنا طبيب أنا محامي أنا غني أنا مهندس أنا مدير أنا سفير أنا أمير أنا وزير بس الحقائق مو هيك الحقائق بدنا نشوف مصداق هذا القول تعالوا نشوف الله عز وجل من المؤمن عند الله عز وجل يقول كل من لا يحكم محمدان صلى الله عليه وسلم في خصوماته في شؤون حياته ليس بمؤمن ومو بس هيك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أي واحد ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت معلوم الدايئين لأنهم يعلمون الخير كل الخير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن البر كل البر في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم يرضون كمال الرضا هلأ في مرات واحد ينفذ الأحكام بس هو ناقم على من حكم عليه مرات المحكمة تصدر حكم أنه أنت يبدأ تدفع على فلان المبلغ الفلاني يدفعهم تحت قوة القهر بإلا كلا بيحبسوني بس هو كاره الذي حكم عليه وكاره من حكم له وكاره الحكم بس الله عز وجل قال من علامات الإيمان أن تحكم محمدا صلى الله عليه وسلم في شؤون حياتك وأن ترضى بحكمه ما تكون كاره وناقم مو بس هيك لسه واحدة ثالثة قال ويسلموا تسليما يعني يستسلمون لأحكام الشريعة استسلاما مطلقا إذا صرت بهدون لثلاثة هناك تكون أنت مؤمنا حقا أما لا سمح الله لا سمح الله يا أخوان إذا واحد إن ناله يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ما بيرضى بهذا اللي عم تفعله وإجا قال أخي أنا ما لي علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا لي سيرة النبي استغفروا الله يا أخوان هذا شيء مخيف جدا الله يقول فلا وربك لا يؤمن روى أصحاب الكتب الخمسة أن رجلا اختلف مع صحابي في سقيا أرضه أظن الصحابي عبد الله بن الزبير المسألة سيدنا عبد الله بن الزبير عنده أرض وجنبه في أرض لرجل آخر في نهر منبعه من يعني شمال أرض سيدنا عبد الله بن الزبير يمر أولا على أرض ابن الزبير ثم إنه يمر على أرض جاره ثم يمر على أراضي الأخرى فسيدنا عبد الله بن الزبير كان يحول المي هذا النهر نهر صغير هو ليس نهرا يعني غمرا كبيرا كان يحول هذا النهر على أرضه فيسقي أرضه ثم ينتظر حتى تمتلع الأرض بالماء ثم يجعلها تسيل إلى جيرانه فهذا الجار من هزبدا أنه أخي أنت ليش عم تسقي الأرض تبعك قبل الأرض لا تحول لا تحط هذه التحويلة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل مع عبد الله بن الزبير يشتكي على عبد الله بن الزبير يقول يا رسول الله هذا يسقي أرضه ويملأها ماء حتى تنغمر بعدين يحول لنا الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن الزبير يا ابن الزبير اسقي أرضك ثم سيل الماء أو هذا معناه خلاص اسقيه بدون ما تعبيه فغضب هذا الرجل وقال ألي أنه ابن عمتك سيدنا عبد الله بن الزبير يكون ابن عمته لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ألي أنه ابن عمتك عم تحكم له هيك لأنك أنت حابيته واحد يقول له لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أنت ما لك عم تحكم بالعدل لأنك عم تحاب ابن عمتك ما الحكم الشرعي في هذه المسألة إلا أننا لدينا أربع خمس أراضي جنب بعض البعض مصوفة في شمال هذه الأراضي يمر نهر إذا النهر مليء بالماء كلنا نسقي أراضينا ويفيض الماء وما في حرج بس مرات يكون هذا النهر يعني تحويله هي بسيطة ما الحكم الشرعي الحكم الشرعي أن أقرب أرض إلى مدخل هذا الماء أو منبع هذا الماء يحول الماء كله فيسقي هيك الحكم الشرعي يسقي أرضه كلها ثم يبقي في أرضه ماء إلى قدر الكعبين يعني إذا وقف لأنه يكون مشي أخاديد كأنها أنهار صغيرة وفروع يوقف فيها لحد الكعبين ثم يعطي جيرانه الجار الثاني يفعل هكذا ثم يعطي جيرانه الجار الثالث يفعل هكذا حتى إذا وصلنا الأرض الرابعة أو الخامسة ما عدت في ماء خلاص لا حظ لهم في هذا الماء هذا هو الحكم الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسهل على هذا الرجل فقال يا ابن الزبير لا تملأ الماء إلى حد الكعبين عندك خلاص بس أسقي أرضك وأعطي جار يعني رحم هذا الرجل فقال يا رسول الله لأنه ابن عمتك فأنزل الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يا أيها الإخوة إذا كانت خلافات بيننا وهذا يقع مرات بين الزوج زوجته يقع مرات بين الأخ أخو يقع بين الجار جاره يقع إذا حكمنا الله ورسوله إذا حكمنا شرع الله تعالى ورضينا بحكم الله تعالى أكرمنا الله تعالى بأن أعطانا ما رتبه لعباده المؤمنين والعباد الصالحين لكن إذا أنت لم ترضى بحكم الله ورسوله وأنا لم أرضى بحكم الله ورسوله واتبع كل منا هواه وقعت الخصومات بيننا ووقعت الضغاء بيننا ووقعت القطيعة داخل المجتمع وكل منا يعتد برأيه ويعتد بموقفه فنلنا عقوبة في الدنيا أن ألقى الله تعالى بيننا العداوة والبغضاء ورتبنا على أنفسنا عقوبة في الآخرة لأننا خالفنا أوامر الله فأنت وطن نفسك على أن تحكم الله وتحكم رسوله في كل شأن من شؤون حياتك كيف بدك تصير إذا حكم الله ورسوله وطردى وما ينهز بدناك وما تقول ما بدي أو تقول بدي بس تكون ناقم على هذا الحكم أو تقول بدي وما تكون ناقم بس تقول أقسم بالله مرتان ما عد أسأل ولا شيخ ما عد بده يسلم تسليما خربطنا هالمرة يا أخي ماشي خود أخي هاي شو أهل اتفعلك هالمبلغ تفضل بس ما عد تشوفوني بالجامع بنوب كمان مرات بعد ما عد يجي على الجامع النفوق ما عم بيجي لعنكم حكمتوا عليه شو دخلنا حكمنا عليك يا أخي نحن قرأنا الكتاب وقرأنا السنة وهذا ما استطعنا أن نصل إليه كيف أنا بدي سير إذا حكم الله ورسوله يعني حكم القرآن والسنة أحتكم لهذا الحكم وأرضى بهذا الحكم وأسلم تسليما مرة جديدة أنت بحاجة وأنا بحاجة إلى الإكثار من ذكر الله تعالى حتى يفهم قلبك أن هذا القائل هو الله مور فيئك مور فيئك بصير تزعل منه وما تسعل مو أخوك أخوك بصير تزعل منه وما تسعل بس هذا الله بس هذا حتى تفهم بأن القائل هو الله بدأ يكون في قلب ذاكر لله منور بالذكر إذا قال الله قولا قرط طيرانا لامتثال أمر الله تعالى بدك تكثر من ذكر الله تعالى وبدك تصحب من يحتكمون إلى شرع الله تعالى حتى يعلموك هذا الطريق أما بعيد منهم إذا إلك رفقات يحتكمون إلى الشيطان يحتكمون إلى الهوى يحتكمون إلى نفوسهم الأمارة بالسوء شلون أنت بسير تحتكم إلى الله ورسوله فذكر الله تعالى وصحبة من يحتكمون إلى الله ورسوله تجعلك من الذين يحتكمون لأمر الله وأمر رسوله ولا يجدون في أنفسهم حرجا ويسلموا تسليما نسأل الله عز وجل أن يجعلنا نأتمر بأوامره وننتهي عن نواهيه نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يسلمون تسليما نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا مطمئنة لأوامره ونواهيه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اشتركوا في القناة